السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنعمل لكم طريقة الكراش تاني عشان خاطر الناس اللي بتقول الكراش الترى دي بتنفع على كل ناسخ ياريت تركزوا شوية معنا اول حاجة بتضيف دفتول امتي مانجر واللعبة تفتح اللعبة اللعبة عشان بس الملفات اللعبة تثبت في الناسخ عندك مش اكتر يعني تقدر توصل لغاية شعار اللي هو اللوجو بتاع بابجي وترى تلقو تخرج تاني لا اسب معلش عشان تخطي بس فيه برد هندي برد جامد بانيش في كل مريض المهم زغنتو فيين كده انه بس اللعبة تنزل ملفاتها جوه الناسخ عشان تقدر تشتغل عليها بس مجرد ان انت بتوصل اللوجو ده خلاص كده اللعبة من اللفاتها نزلت على الناسخ ترجع تخش على الديفتول دفتول موجود في المتجر عادي الامتي مانجر ده بتاعنا واسخ نزلنا كذا مرة موجود في كل قنوات تمام بتخش على اللعبة يعني انت نرجع لجوع ثانيا نقف له ثاني السوق وانت ذوق التجانب بس تدوس على البدر اب انت خش على اللعبة بتنزل لغاية ما تلاقي الديكشن او الديكشن او الديكشن سوري انت مشايف اصلا مدين بتجيب اللينك دوت تأخذ نسخ ثم تخرج خالص من الديفتول تذهب إلى الامتي مانيجر ثم تضغط دخطة مطولة ثم تضغط المسح للمسار الموجود ثم تضغط المسار ثم تضغط المسار ثم تضغط المسار ثم تجد ملف ثم تضغط المسار ثم تضغط المسار ملف تاني يظهر لك زيه بس باسم تاني هتلاقي بس متغير الاس اس ده ما كانو تي 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 تاريبا هيظهر لك لما تخشه ولا بها تعمله بنفس الشكل كده هم الملفين دول بس خلاص بتخرج منه تبتلي تلعب ما فيش اي كراش ولا اي حاجة تمام الطريقة زي ما انا قلتلكو بتخشه على الديف تول بتاخد المصار بتروح على الامتي مانجر حطوا المصار بتروح للفايل هو بيديك على طول تلاقي كزا مجلد مكتوب في واحد فايل بيتمواخد ده تعمله بدل مجلد بتعمله ملف فقط لغير